المتحف المصري في القاهرة أحد أكبر وأشهر المتاحف العالمية وهو قبلة سائحين العرب والأجانب والمصريين بطبيعة الحال لأنه يضم أكثر من 180 ألف قطعة أثرية منها مجموعة توت عنخ آمون وقعتين للموميوات إذن مقتنية تعود لجميع مراحل التاريخ المصري القديم سأتوقف عنده وحدة من هذه المومياءات المهمة في التاريخ المصري وها هي المومياء التي سأتحدث عنها إنه سقن راع هو أحد ملوك الأسرة السابعة عشر التي حكمت جنوب مصر ويلقب أيضا برع تاعه يحظى بمكانة كبيرة لأنه قاد المقاومة ضد الهيكسوس الذين احتلوا جزءا كبيرا من الأراضي المصرية أصيب إصابة بالغة في رأس أدت إلى وفاته أثناء إحدى المعارف ضدهم تشير الدراسات إلى أن سوء التحنيط لهذه المومياء يرجع لسرعة أعمال التحنيط وسط المعركة مؤخرا انتشر فيديو لسائح لم تحدد هويته لكن اللهجة التي يتكلم بها جزائرية وقف سائح أمام القفص الزجاجي لهذه المومياء كان يبسق عليها ويشتمها طبعا الاتفو هي البساق والبيب هي الشتيمة تحتها الشتيمة لا أحد يعرف تاريخ تصوير هذا الفيديو لكنه انتشر بعد خروج آلاف الجزائريين في القاهرة بعد فوز منتخبهم في كأس أمم أفريقيا أغضبت طبعا الفيديو جزائريين ومصريين كوثر لعمالي تقول حتى فرعون والله ما سلك منكم لو كان هذا المومياء في الجزائر لكان حرقوها هذا شحال أي منذ زمن بعيد هذه تغريدة رشا تقول هو يفكر أن فرعون موسى وعم يصب كل غضب عليه أما بالنسبة لحسام حليشة يقول الناس الجميلة اللي بتشتهم الجزائريين لازم تعرفوا أولا ما فيش حاجة بتأكد أنه جزائري ثانيا حتى لو كان فده ما يخلينا نعمم الموقف على كل الجزائر يعني مثلا عندنا أصناف بعقليات ونفوس مريضة وحنقول إن كلنا كده مثل هذا مثلا هذه تغريدة أخرى من آدم إياد يقول عذرا هو أمي وجاهل أقدم اعتذاري للمومياء والشعب المصري والتاريخ التصوير في قاعة المومياءات ممنوع لذا حررت المستشار الإعلامي لمزارة الأثار المصرية نيفين العارف مذكرة بالواقع ليتم التحقيق فيها وهذا ما قالت ما حدث يعتبر إهانة للحضارة المصرية التي نعتز بها جميعا سيتم التحقيق العاجل بعد أن يتم تفريغ محتوى كاميرات مراقبة القاعة بشكل محكم لا نستطيع تحديد جنسية من ظهر في الفيديو ولا تاريخ التسجيل